تمام البعض يقول أن علي الراوي مبتكر بالرسمة هناك فكرة جديدة تسمى جبنة جبنة سترينغ تمام حدثنا حول هذا الموضوع لأنه هواية كل شيء هواية يكتبون لناس أسئلة يريدون يعرفون شون الفكرة هو المجال الفن الفيلوغرافي يختلف عن سترينغارد ويختلف عن البيتروس ستايل هاي المجالات الثلاثة اللي فن المسامير وخيوط نضافلها المجال الرابع اللي هو اسلوبي جبنة سترينغ الفيلوغرافي هو يعتمد على فن الزخرفة والخط فقط ويعتمد على عدد معين من المسامير وجرات محسوبة مو عشوائية السترينغارد يعتمد على دق مسامير عشوائي وشغل خيط عشوائي بس تطلع نتيجة عندك احترافية هاي شلون البيتروس ستايل يعتمد على دائرة بالمسامير ويتكون الشكل داخل الدائرة بس بالخيوط بالخيوط بالتقاطعات اوكي انا استويت دمجة بين البيتروس ستايل والسترينغارد سويت اسلوب خاص سميته جبنة سترينغ وليش جبنة سترينغ؟ شون الجبنة؟ هيا هنا الفكرة انا كانت عندي بزونة اسمها جبنة فهاي البزونة فترة من الفترات صعبة بحياتي هي طلعتني من هاي الفترة اوكي عندي موضوع حول هذا الموضوع فشنو هي من ماتت بعد فترة بسيطان اختكارت هذا الاسلوب فسميته على اسمها حتى تبقى مخلدة بحياتي ما شاء الله هذا اللي وفاء ايه الحمد الله تمام